اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزائي المشاهدين قناة الصحة والجمال هنقدم من حضرتكم هذا برنامج هذا ديننا يسعدنا ان تشرف معنا يكون معنا فضيلة الشيخ إراضي كامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام مرحب بكم المشاهدين وكل عام والمسلمين جميعا طيبين وحضرتك بخير ونانا نتشرف وحضرتك في برنامج هذا ديننا وربنا يجعله برنامج رأي الإسلام آمين يا رب العالمين حضرتك وننتفضل ما هو القرآن طبعا ربنا سبحانه وتعالى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن شهر رمضان ماذا قال قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وفي موضع آخر قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة اللي هي ليلة القدر لكن السؤال بتحضرتك جميل جدا أننا نعرف يعني إيه القرآن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في ليلة القدر بواسطة جبريل عليه السلام المنقول إلينا بالتواتر المعجز بأكثر سورة منه يعني أقل سورة في الكرآن الكريم وأكثر سورة في المبنى سورة الكوثر هي معجزة في حد ذاتها المتعبت بتلاوته يعني نحن نتعبت إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوة الكرآن بل وبسماع الكرآن وإذا كرئ الكرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا فده يعني اختصار لمعنى الكرآن لكن معنى الكرآن عظيم جدا طيب معنى اتصال يا فندم شاكنا حضرتك معنى اتصال تفضل قالوه سلام عليكم عليكم السلام يا شيف أنا أحامل وكبه ماذا؟ هي في الوقت الصالة ما تدفع عدده لو ما تيجي تصلى على الضغطة معنىش الصوت مش واضح يا شيف أنا أحامل أه حامل وحامل الأطباء الطبيب قال تصوم أو لا تصوم يعني الرأي للطبيب هيا إذا قال الطبيب للحامل أو للمرضع أن تفتر فتفتر وعندها فرصة تقضي بعد رمضان يعني الرأي الأقوى أنها تقضي بعد رمضان ولا تخرج عن هذه الأيام مدام في فرصة إن شاء الله ربنا يعافيها إن شاء الله ويتم لعلك بعد رمضان تقضي ولا تتفتر لو إذا لم تستطع إذا لم تستطع الكضاء بعد رمضان في وقتها بقى تخرج عن هذه الأيام تعد كم يوم فترتهم وتخرج ما يوازي إطعام مسكين وجبة من متوسط اللي بتاكله يعني متوسط كده 10-15 جنيه نعم ندعو لها بالحفظ والتيسير وأن ربنا يتم لها على خير إن شاء الله رب العالمين ونسأل الله عزيزي رب العشر أميني عليها بزرية صالحة تنفع الإسلام يا رب أمين يا رب العالمين حضرتك ما لنا فضل القرآن القرآن الكريم الله قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي يأقوم الله وقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف وقال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة فمن أراد عقيدة صحيحة فعليه بالقرآن الكريم ومن أراد تقوية علاقته بالله فعليه بالقرآن الكريم ومن أراد كربا من الله سبحانه وتعالى فعليه بالقرآن ومن أراد راحة وطمأنينة وسعادة وانشراحا لصدره فعليه بالقرآن الكريم ومن أراد مغفرة لذنوبه فعليه بالقرآن الكريم ومن أراد بركة في حياته ونهرا جاريا وصدقة جارية من الحسنات بعد موته وذكرا حسنا فعليه بالقرآن الكريم فالقرآن الكريم كله خير تلاوة وسماعا وتعبدا وتكربا تعلما وتعليما يقول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أفضل الناس الذي يتعلم القرآن ثم يورس هذه السنة ويروي هذه الشجرة المسمرة شجرة الحفاظ وشجرة الكراء فالذي يقرأ الذي يستمع للقرآن الكريم الذي يتعلم يأخذ سوابا لكن من يعلم يأخذ سوابا مضاعفا مستمرا لا ينقطع وهناك حديث آخر يقول من يقرأ القرآن هو عليه شق الذي يحاول أن يتعلم القرآن الكريم شق عليه في التعلم لكن في الحفظ ربنا قال ولقد يصرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والقرآن الكريم فيه حاجة يجب أن كل المشاهدين والمشاهدات ينتبه إليها ماذا قال الله عن الكرآن وعلاقتنا بالكرآن قال الله سبحانه وتعالى وإنه لكتاب عزيز كتاب عزيز يعني إيه صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب عزيز يعني ما ينفعش تدي الكرآن الفضل في الوقت أو في الصحة لازم يكون فيه وقت محدد للقرآن الكريم ولابد أن تنفق من مالك لتعليم أولادك وتعليم نفسك الكرآن الكريم وليس طرفا يعني مش لما تيجي فرصة أذكر الله أو أكرأ الكرآن أو أتعلم الكرآن وإنما تتعلم الكرآن فرض عليك تتعلم الكرآن لمصلحتك أنت الكرآن يرفعك الكرآن ينفعك الكرآن يعليك الكرآن ينجيك كما قال صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الأخيرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن أي خير مصدر الكرآن واسألوا أهل الكرآن أحد الأطباء النفسيين العظام كتب في مذكراته أن كل فئات المجتمع زارته عندها مشاكل وعندها ضيق نفسي إلا أهل الكرآن أهل الكرآن ثباتهم وطمأنينة قلوبهم تأتي من الله سبحانه وتعالى ألم يكن الله في الكرآن للناس جميعا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فأكيد حضرتك فضيلة الشيخ تلمس هذا إن الإنسان مهما كانت عنده من مشاكل يقرأ بعض الآيات الذين آمنوا وتطمأن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمأن القلوب هناك بعض الناس يا فضلتك يعني يقولك أنا بمعرفش أجريت بسيطة ماذا تقول له؟ هو يبدأ عليك البدء وعليه التمام نعم كما جاء في الحديث إنه لما تبزي المجهود في كراءة الكرآن الكريم وفي تعلم الكرآن الكريم بتاخد أجران نعم أجر أنك بتعبد ربنا بهذه التلاوة وأجر أنك أنت بتحاول وتتعب وتبزي المجهود في أن تتعلم نعم لكن عندما تتعلم تصل إلى درجة أعلى مع السفرة الكرام البررة مع الملائك نعم فضلت القرآن يعني معنا بردق القرآن ما سمرت القرآن؟ سمرت القرآن نعم لو كان القرآن في إهاب ما أحركه الله بالنسبة فتجد أهل القرآن الذين يعملون بما فيه والذين يعرفون شرف القرآن من الناحية التعبدية نعم هم في درجة القرب من الله سبحانه وتعالى ومذكورون عند الله سبحانه وتعالى نعم من الناحية النفسية في قمة انشراح الصدر من ناحية حب الناس ومن الناحية الاجتماعية الجميع ينهل من عندهم ويأكل من ثمارهم التي هي أصلا نبتت من شجرة القرآن الكريم فالقرآن الكريم مصدر لكل خير ومصدر لكل عطاء ومصدر لكل راحة ولكل سعادة من أراد تعديل السلوك فعليه بالقرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي يعني يوصل للتي أقوام للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً فالقرآن سبباً لكل خير واسألوا ولو طفل صغير ما شعورك وأنت تكرأ الكرآن وأنت تسمع الكرآن سيقول كلمات كثيرة جداً لكنها لا تعبر عن سعادته ولا عن راحته أبداً نعم نعم حضرتك ولنا ما فضل الدعاء في هذه الأيام كما عرفنا الكرآن الكريم نعرف الدعاء ما هو الدعاء الدعاء عبادة والدعاء مخ العبادة يعني البعض يتصور أن الدعاء مجرد كلمات لا الدعاء عبادة الله وهناك أنواع من الدعاء نعم فيه دعاء الطلب أن أنت بتستغيث بالله الله أن أنت بتطلب من الله سبحانه وتعالى نعم ده دعاء طلب لكن فيه دعاء عبادة اللي هو بتسني على الله سبحانه وتعالى ولذلك في كل أدعية سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم تجد أن فيها سناء على الله الله يسني على الله ده دي العبادة الدعاء اللي هو عبادة وليس طلباً نعم طيب نخلينا فيه الدعاء اللي هو الطلب احنا كلنا يعني فقراء إلى الله ربنا قال إيه يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنيل الحميل ولحظ فضلتك أنه هو والمشاهدون والمشاهدات نعم أن ربنا قال يا أيها الناس لم يقل اليهود ولا المسائيين ولا المسلمين وإنما الناس جميعاً نعم فقراء إلى مين إلى الله والله هو الغني الحميد الله وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ أَسْتَجِبْ وهناك نمازج سوف نأخذها بعد قليل من الدعوات المستجابات دعوات الأنبياء في القرآن الكريم نعم نعم دعووا الله دعووا الله مخلصين له الدين لأنه ما فيش بعد الحياة بعد النفس خلاص أيقانوا إنه ما فيش حد هينقزهم إلا من إلا الله سبحانه وتعالى لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَا مِنَ الشَّاكِرِي فَلَمَّا أَنْجَيْهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ يا أيها الناس وإنما أبغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا نعم فالإنسان ما يقولش ده أنا عاصي ده أنا مزنب ده أنا كذا إذا دعوت استجاب الله لك لكن فيه فيه أداب للدعاء سنذكرها بعد قليل والله عزيز يقول اكل يا عباديا الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطموا الرحمة الله ده في التوبة نعم في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ألم أكل لفضلتك فضل في الأول أن الدعاء عبادة نعم فأنت عندما تتضرع إلى الله وتقول سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أن هذه الكلمات لا تحتاج إلى شرح نعم تحتاج فقط إلى أن تعيش معنا لقلبك بقلبك وبعقلك وبجوارحك وبسمعك وببصرك اللهم أنت ربي لا إله إلا أن خلقتني وأنا عبدك الله اعتراف الله يفتعليك سناء على الله فهذه عبادة قمة التعبد والتزلل لله خلقتني وأنا عبدك نعم وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنع أبوء لك بنعمتك علي يعني أعترف وأبوء بزمد الله الله يفتعليك فاغفر لي فإنه لا يغفر الظنوب الآن أحسن الله أعترف أعترف يا رب النعمة اللي عندي دي منك أنت يا رب الزنب مني أنا ومنك المغفرة الله كالكرب فضلتك ما أنواع الدعاء الدعاء أنواع كثيرة لكن ذكرنا منها دعاء العبادة نعم اللي هو السناء على الله سبحانه وتعالى نعم ودعاء الطلب أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيك نعم وهنا ملاحظة في الدعاء نعم الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الأسئلة التي سألها الصحابة نعم ماذا قال الله يسألونك عن الأنفال إيه كل الأنفال يسألونك عن الأهلة كل هي موقفة الناس ويسألونك عن المحيط كل هو أزل يسألونك عن كذا كل إلا في الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني أجيب دعوة الداعي إذا دعا نعم فهنا ما فيش واسطة بينك وبين الله حتى ولو كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا يعني جفاء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سنذكر أن من أسباب قبول الدعاء ومن الأفضلية في الدعاء أن تسني على الله ثم تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تدعو ثم تصلي على الرسول في النهاية لماذا؟ لأن الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكبولة على كل حال فالله يقبل الصلاة الأولى والصلاة الأخيرة ويقبل ما بينهما إكراما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلتك حدثك هذا البنمج هذا ديننا فيه ناس ممكن تشرح هذا الدعاء ديننا سيغة بسيطة ولو مدة بسيطة اللي هو روما أنت ربي هذا دعاء قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والأفضل أن تدعو بما هو مأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ما فيش مشكلة أنا إذا عندي مشكلة اتزنقت في حاجة عندي أي طلب أدعوه أدعو الله به ما فيش أي مشكلة يمكن أقول يا رب صلح للعربية يمكن أقول يا رب هديلي الأولاد ما فيش أي مشكلة يا رب يصر الطريق يا رب حل هذه المشكلة يا رب افعل كذا كذا طلبا ورجاءا من الله سبحانه وتعالى اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت فأنا بعترف بأن الله واحد اللي هو وجه للدعاء الله واحد خلقتني وأن الله هو الخالق وأن عبدك وأعترف بعبوديتي لله وأنا على عهدك ووعدك ما استطاع في ناس كتير يقول أنا هعمل اللي أقدر عليه يعني الحد الأدنى لا هذا فهم خاطئ الفهم الصحيح أنك تفعل كل ما في وسعك من أوامر الله ومن نواهيه أحسن الله إليك أحسن الله إليك أحسن الله إليك أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك عليك يعني أعترف وأبو بذنبي فغفر لي فإنه لا يغفر الزنوب إلا إيه إلا أنت إلا هو الله إلا أنا أعترفت ولذلك شوف يا مولانا حضرتك كما تقرأ وتعلم الناس في سورة الشعراء سيدنا إبراهيم يرجع الأمر كله لله يقول إيه هذا المعنى اللي في الدعاء تماما لأن ما جاء به محمد هو الذي جاء به إبراهيم هو الذي جاء به عيسى وموسى وعيسى والنبي وكما في آيات الكرآن الكريم ماذا قال سيدنا إبراهيم بيرجع الأمر كله لله وعيات في سورة الشعراء تريح القلب الذي خلقني فهو يهدي اللهم صلى الله الذي خلقني فهو إيه يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مريضته فهو يشفين هنا بقى وقفة الوقفة اللي هي نسب كل حاجة لله إلا المرض لأن الناس بيظنوا المرض شر فقال وإذا مريضته أدبا مع الله لم ينسب المرض إلى الله مع أن المرض والشفاء من عند من؟ من عند الله وإذا مريضته فهو يشفين والذي هو يطعمني ويسقين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين هل لاحظ أن سيدنا إبراهيم بعدها دعا ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين وشوف الأدب التاني يقول ألحقني بالصالحين سيدنا إبراهيم علي وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول إيه ألحقني بالإيه بالصالحين واجعل لي لسان صدقا في الآخرين يعني يا رب جعل لي ذكرا حسنة طيب ولو فيه ابتسع الوقت ممكن ناخد دعوات الأنبياء أو بعض منها إن شاء الله نعمل لنا كما تعلم إحنا في آخر هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه الكرآن نقول نبزة بسيطة بس كده ولو ثلاث دقائق حتى عن فضل العشر أواكم من شهر رمضان شهر رمضان لنجعل لسه القدر لأن الله حديث أخر تاني فيه الكرآن نعم نعم يا فنم لسه هنقض ثلاث دقائق بالزبط ها عن فضل العشر أواكم من شهر رمضان ثم ليلة القدر هو حديث الكرآن عن رمضان تحدث الله في الآية الأولى عن الصيام ثم عن الكرآن ثم عن الدعاء ثم في أكثر من موضع قال إن إنزلناه في ليلة في ليلة القدر وفي ليلة مباركة كما في سورة الدخان نعم فهي ليلة القدر يعني إيه ليلة القدر تب نجيب من الأول كده من عند العشر الأواخر ماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان نعم كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان يشد المئذر يعني يستعد ويوقظ أهله يعني يقول لهم دي العشر الأواخر من رمضان ويعلمهم فضل العاشة الأواخر من رمضان ويوقظوا أهله مش يروح يعبد إيه لا يعبد لوحده صلى الله عليه وسلم وإنما إيه بيوقظ أهله حتى يكونون عوناً له على العبادة ويكون هو عوناً لهم على إيه على العبادة فالعاشة الأواخر من رمضان لها فضل عظيم فيها ليلة القدر نلتمسها في الوتر يعني ليلة 21 23 25 27 29 من رمضان ثم السيدة عائشة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا للدعاء تاني يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هنا لو حسيت كده إن دي ليلة القدر ماذا أقول شوف الدعاء الجميل الذي يريح القلب ويحل كل المشاكل يقول صلى الله عليه وسلم معلماً عائشة رضي الله عنها وعن أبيها ومعلمنا جميعاً يقول كولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني ليه؟ لأن الله إذا عفى فالخير كل الخير لن يمسك سوء إذا عفى عنك نعم نعود إلى الدعاء نعود إلى الدعاء دعوات الأنبياء هنلاحظ في دعوات الأنبياء كلها إنها بمفهوم البشر وبالحاجات المادية مستحيل تحصل الله لكن مع الله ربنا ماذا قال إنما أمره إذا أراد إيه؟ شيء أن يقول لكم فيقول كن فيقول انتهى ما فيش زمن عند الله ما فيش أسباب الله سبحانه وتعالى يعطي بالسبب نعم واحفظه هذه الكلمات الله يعطي بالإيه؟ بالسبب بالسبب نعم وبعكس السبب يعني قد تلتمس التوفيق في أمر فيعطيك به بالسبب بتاعك نعم وقد تلتمس التوفيق في سبب فيعطيك بعكس السبب وقد تلتمس التوفيق بأسبابك أنت فيعطيك بلا سبب الله الله يفتح لأن سيدنا شعيب يرجع الأمر الله يقول إيه؟ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيه دعوات الأنبياء ناخد سيدنا زكريا كان محروم من الولد نسأل الله أن يمنى على كل من حرم الزرية بذرية صالحة طيبة عاجل غير آجل يا رب العالمين اللهم أرضي قلوبهم أرزقهم زرية صالحة يا رب العالمين يقوله إيه؟ ربي إني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبة نعم ولم أكن بدعائك رب شقي يقوله فهب لي من لدنك ولي بيطلب منه إيه؟ هبة هبة يعني إيه؟ يعني زيادة يعني يا رب مش حقي أنا عجوز وشعري شاب وكل إمكانياتي وكل قدراتي لا تسمح يعني حتى بيدعوها مكسوف لدرجة أن ربنا لما قاله إنه نبشرك بغلام نسموه يحيى لم نجعل تمام؟ نعم ما كانش مسادة فقال رب جعل لي آية يا رب أنا عايز علامة ده سيدنا زكريا عايز علامة ليه؟ شكا في الله؟ لا وإنما مش مستوعب العطاء الإلهي ما كانش فاكر النتيجة تبقى فورية كده سيدنا يونس وهو في بطن الحود في البحر في ظلمات سلاس في أزي الظلمات ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هل ضيعه الله سبحانه وتعالى؟ ماذا قال الله؟ قال فاستجبنا له وإيه؟ ونجيناهم من الغم وحد يقول ذو الأنبياء وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك أيه؟ ننجي المؤمنين وكذلك يبقى المؤمنون إذا فعلوا كما يفعل الأنبياء أخذوا مثل النتيجة التي أعطاها الله للأنبياء فالدعاء الدعاء سلاح بين قلبك وبين فمك تقوله يا رب يقوله لك لبيك عبد ولا تسأل أحدا المشكلة هي مولانا في السؤال وفي الدعاء أننا لا نسأل الله كثيرا وإنما نسأل الناس وقال أهل العلم ما نزل بك هم ولا غم وأنزلته بالناس إلا وإيه؟ وزاد وما نزل بك هم ولا غم وأنزلته بالله إلا وإيه؟ زال الله تنزل الهم بالناس يزودوا همك تنزل الهم بالله يزول وفي حديث بردك من أراد مونسا فالله يكفيه أكيد نعم الله في كل الأحوال زي ما ذكرنا في الآيات اللي بتاع سورة الشعراء سيدنا إبراهيم بيردوا الأمر كله المين لله سبحانه ونفس الدعاء بتاع سيدنا محمد قلوا أنا على عهدك وعهدك ما استطعت ويرجع الأمر كله المن لله سبحانه وتعالى طيب ونوكس أولي أولي أنا فضل صلاة التهجد القيام عموما أو الصلاة الصلاة عموما أن صلاة التهجد لا تنفصل يقول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فالصلاة لها وقت والصلاة فريضة والصلاة ركن من أركان الإسلام والصلاة هي صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى يجب أن لا تقطعها من حافظ على الصلاة كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة اللي حافظ عليها طيب دي الخمس صلوات المفروضة في رمضان بقى السواب مضاعف من قام قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني إيمانا واحتسابا فضلتك يعني الله يشرح صلاة هو أنا هكوم مؤمن بأن أصلي لله ومحتسبا السواب عند الله يعني متأكد تماما إن هذه الصلاة لن تضيع فهذه زيادة فالأول نحافظ على الخمس صلوات المفروضة ثم نتهجد وذي كانت من صفات الأنبياء ومن الليل فتهجد به نافلة نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ده لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أراد الكرب ومن أراد واسجد واقترب ومن أراد النجاح ومن أراد استجابة الدعاء فعليه بالتهجد والتبتل إلى الله سبحانه وتعالى والقرب منه هناك وبدك يقول الله عز وجل إن الله ينظر في كل ليلة إلى السماء الدنيا في السلس الأخير في الأخير الليل آه ده لفت جميلة جدا من فضلتك مولانا أقول لك مولانا أن أقدم هذا أن ذكرتني بهذا هذا البلنامج لأهل البلنامج يعني أن ذكرتني بهذا الحديث الجميل وكل الأحاديث الجميل وكل الأحاديث جميلة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يتنزل ربنا إلى سماء الدنيا في السلس الأخير من الليل كل ليلة كل ليلة تخير ربنا ينادي هل من سائل فأعطيه الله ينادي هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر من مستغفر له هل من تائب فأتوب عليه فالسلس الأخير ده كل واحد يرجع نفسه إحنا من ضيع السلس الأخير ده ربنا قال عن أهل الجنة وعن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وبالأسحار إيه وهم يستغفرون هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون وقال والمستغفرين بالأسحار كأن وقت الصحر ده للدحاء للتبتل للصفاء لعلاقتك بالله سبحانه وتعالى نعم ليس لشيء آخر ده ده فرصة السواب مضاعف في رمضان أن تستغفر وأن تدعو لن تخرج من رمضان إلا مجبوراً ولو اتصعى عقل البرنامج ندعو بدعوات في النهاية نكتب بهذا الحديثة الشيخ راضي كامل نشكرك على سيداتك لهذا البرنامج سيداتي وسيداتي هذا البرنامج إن شاء الله نلتقي بكم نقاياً آخر في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم شكراً لحضرتك وللمشاهدين ولفريق البرنامج كل عام وأنتم بخير نسأل الله أن يتكبل منكم صالح الأعمال وأن نلتقي جميعاً على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال لنا ولهذا البنمج وكل مشاهدين في العالم الإسلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه الطاوى الصوت في الأمور ولا تدال ديننا ديننا ترجمة نانسي قنقر